يلا نكمل كلامنا الكتاب انتقل الى مع مصطلح تاني عشان يثبت ما يسمى بالنظم الصوتي للكلمة النظم الايه؟ الصوتي للكلمة القرآنية مو النظم الصوتي للكلمة القرآنية يعني ازاي الصوت الحروف بيخدم المعنى العزي لهولك زي يقولك ألم يرى وأن أرسلنا شياطين على الكافرين تأزهم أزة فانت وانت بتسمع كلام ده وبتكلم على شياطين وبتأز الناس بتأز يعني بالطير كأنت حضرتك سامع أزيز زيز الطائرة لما قولك أزيز الطائرة بتتخيل حاجة بالطير أزيز الحشرة أو الطائرة فبتسمع الأزيز حركة تأزهم أزة شف المعنى فالمقطع الصوتي خدم المعنى اللغوي زي بالظبط ما انا عاوزك عاوز أتهكم على واحد لأنه واحد خنأك في الكلام فأنت جاي تعبر لي إزاي إنه خنأك تقول لي قاعد يتاق تاق ويفاق فاق ويتاق تاق ويفاق فاق مش بتحمل كده مش كلنا بنعمل كده يقول لك يا عم مش تاخد منه حاجة مفيدة قاعد يتاق تاق ويفاق فاق ومعرفش إيه صح ولا لأ هاي مظبوط الكلام ده القرآن استخدمه علشان يخليك تتخنئ من إخوات يوسف فخلاهم يتاق تاقوا يعني الآية الآية أنا وإنت بنقرأها عادي إنما الآية هتلاحظ فيها يعني شوف كامته شوف كامته عشان تعرف إن القرآن خدم المعنى اللي عاوز يوصله لك إنهم مجادلين وبيكلموا بالباطل وكلامهم ملوش معنى وبيكلموا صفصطة أو أي حاجة فرح قيل إيه قالوا طالله تفتأوا تذكوروا يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين الله أكبر الله أكبر على هذه النعم القرآنية العجيب قالوا طالله تفتأوا تذكوروا يوسف حتى تكون حرضا أو تكون منها شوفت كامته يا راجل شوفت كامته بالله عليك ولو كان من عندي غير إليه لو أجدوا فيه اختلافا كثيرة فالقرآن بيخدمك بإنه يحول لك المعنى المقروء إلى معنى مشاهد ومتحرك تشوفه بيتحرك قصاد عينيك ودي عظمة اختصاص قرآني عجيب فرما بيقولك بتأمر أهلك بالصلاة بتأمر زوجتك وتأمر أولادك أول ما أقول وأمر أهلك بالصلاة لازم قريدي كده تكون فاهم إن انت لازم لازم انت تكون بتصلي إوعى تفتكرنا ربنا بيقول لي واحد تارك للصلاة وأمر أهلك بالصلاة يا أخي عدل على نفسك يعني معقول الراجل يبقى مش مواظب على الصلاة ويقدر يؤمر مراته بالصلاة حتقول له انصح نفسك قبل ما تنصحني ده احنا بنعاني تلت تربع المشاكل الستاتة اللي بتصلي والرجالة الله علم بيهم يعني فهنا المعنى غريب ولذلك لما قول وأمر أهلك بالصلاة يبقى انت لازم تكون مواظب على الصلاة وإلا بلاش منها وخليك في حالك وقول يا بسط تلقاها هاصط وملكش دعوة بالست خليك في حالك انت بقى لأنك حتقول لها ازاي صلي وانت ما بتصليش حتقول لابنك ازاي ما تشربش سجائر وانت بتدخن حتقول لابنتك ازاي ما تكذبش وانت بتكذب في التليفون قدام منه فيعني يا ايها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقامي وأنت من الرجل السقيم ابدأ بنفسك فني عن غيه فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لا تنهى عن خلقين وتأتي مثله عارون عليك إذا فعلت عظيم فشوف فربنا لما قول وأمر أهلك بالصلاة يبقى شرط ضمنيا ضمنيا جواها لازم انت تكون محافظ على الصلاة وأمر أهلك بالصلاة وبعدين يقول لك واستبر عليها لا تتبرم لا تتألم لا تتأفف لا تتعصب لا تتطاول لا تشتم لا تسب لا تعاقب واستبر يا سلام فهل عليها واستبر عليها واستبر على عيلتك ولا واستبر عليها واستبر على الصلاة نفسيها واجهان عند العلماء لكن المهم عندي في كلمة استبر استبر دي برضو هنا أصلها تيه اسمها تائل افتعال ما احنا تعلمنا بقى من الكتاب تائل افتعال أصلها واستبر إنما علشان ضخمة التكليف يبقى واستبر بحيث انك تتصنع الصبر وتتحمل وتقزم غيزك وتحط في نفسك وتسكت واستبر عليها يا سلام على القرآن وعلى عظمة القرآن فطبعا الصبر دون شكوى هو ده الاستبار باختصار شديد اللي عجبني جدا وهو بيتكلم على لفظ جميل برضو بيخدم النظم الصوتي للكلمة القرآنية وهو بيتكلم عن عن ايه عن حاجة جميلة قوي اسمها ايه كلمة فيها سلاسة قبل ما اقول لك الكلمة اللي هو اختارها المؤلف واختارها الكتاب مثال قرآني مثال قرآني موجود كلمة فيها ايه فيها سلاسة عارف السلاسة يعني ايه يعني السهولة يعني اليسر يعني الانبساط حاجة مشية من غير عوائق حاجة جميلة متضفقة كده فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيسمي العين بتاعت الجنة بيقول عينا فيها تسمى سلسبيلة هو كتاب بقى بيناقش ليه اختار كلمة سلسبيلة وليه سمها سلسبيلة لان الكلمة الاسم نفسه الله يعيدنا يا رب يا رب يعيدنا يا رب الاسم نفسه بيخدم المعنى التدفق والسيحان والانطلاق والسهولة واليسر فسمها سلسبيلة لو انت لحظت كلمة سلسبيلة منسجمة مع كلمة يسر منسجمة مع كلمة سهل سهل ميسر يبقى سلسبيلة جات فيه حاجة عارف المعنى بتاعي السلاسة لما تسمع عن كلمة سلاسة وسلسبيل فيه تشابه ولا ما فيش اقولها تاني سلسبيل وسلاسة يقولك كلامه فيه سلاسة كده يبقى فيه حاجة اسمها سلاسة وحاجة اسمها سلسبيل فربنا اختار الكلمة التي تتناسب مع المعنى المراد في الجن ودي حاجة عظيمة جدا عكس بقى وهو بيتكلم على عذاب اهل النار معلش انا المثل فرض نفسه اللي هو كلمة غساقة يعني الا حميما وغساقة جزاءا وان جهنم كانت مرصادا للطغين مقابا لابسينا فيها احقابا لا يذوقونا فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقة شوفي الكلمة كلمة غا الغين مخرج الغين مع القاف غساقة حاجة بقى يعني طب تقول لي غساقة دي ايه خدمت المقطع النظم الصوتي خدم المعنى ازاي الغساق اللي هو الليل الدامس الليل الدامس الليل الدامس اللي هو الكالح السواد عارف يقولك سواد الله ما احفظنا من السواد فاسمها الغسق ده وقت الغسق الشدة السواد ولذلك انت في صورة الفلق بتقول ايه قول اعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر ايه غسق اذا وقب مش كده ولا ايه الغسق يعني من شر الليل اذا دخل ادي المعنى والمعنى عام يعني من شر كل حاجة ما انت شايف الخطر جيلك منين ومن شر غسق اذا وقب انما هنا يطلق على الليل لان كلمة وقب يعني خرم يعني الليل بيسقب النهار والنهار بيسقب الليل كل واحد بيدخل على التاني فالمهم يوم من شر غسق اذا وقب فكلمة غسق رح مسمي به الشوراب الكوباية الدرينك الدرينك بتاع اهل النار الا حميما وغساقة حميما اهي كتلة كده دي تتناسب على الاكل طب الاكل فين الاكل والشرب مش قولك في اكل وشرب الشرب غساقة ولذلك الشيء كريه لا يطيقه الانسان ولذلك العلماء فصروا بانه صديد اهل النار اللهم احفظنا واحفظكم نص الله السلامة الا حميما وغساقة فاشوف كلمة غساقة خدمة المعنى البشع اللي عاوز يوصله لك من عذاب اهل النار وكلمة سلسبيل خدمة المعنى الطري اللذيذ الجميل الطازج الحلو الذي تتوق اله نفوس اهل الجنة جعلان الله وإياكم منهم عجبني اوي برضو انه كلمة ضريع اللي جات في سورة الغشية ليس لهم طعام الا من ضريع بيكلم عن اهل النار الضريع ده نابات كل شوك لا ثمرة فيه اللهم احفظنا يا رب ليس لهم طعام الا من ضريع فما حد اللفظ ضريع ده غريب جدا على الودن ايه ضريع يخصد به ايه نابات سيء يطلع في النار بيأكلوه طيب عرفنا طيب اش معنا اختار كلمة ضريع قالك لانه كلمة ضريع تتناسب مع الزل الذي عليه اهل النار مش هما بيتدرعوا عنشان يخرجوا او عنشان ربنا يخفف عنهم العذاب اه يبقى استخدم كلمة تتناسب مع الضراعة والتدرع الذي عليه اهل النار سبحان من هذا كلامه علموا ولادكم اللغة وعلموا ولادكم كلمات القرآن اعروا القرآن قال صلى الله عليه وسلم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ده انت لازم تقرأ القرآن والتتدبر هو ده التدبر اللي بنعمله دلوقتي ده في الحلقات ديات يا جماعة تدبر حينفعنا يوم القيامة اشتركوا في القناة